بسم الله الرحمن الرحيم الأخوة الزملاء محامي مصر الزميلات الزملاء الأعزاء من الوطن العربي وإفريقيا أبناء الأعزاء من شباب المحامين تحياتي إليكم جميعا حلقة اليوم ضمن سلسلة حلقات المرافعة في قضايا الجنايات كما قد بدأناها في حلقة سابقة بعنوان فن إعداد المرافعة وقد تناولنا في الحلقة السابقة كيفية قراءة القضية واستخراج عناصر الدفاع منها راجعوا الحلقة جيدا وسنبدأ اليوم في إعداد المرافعة في قضايا الجنايات ونبدأ تدريجيا حسب أهميتها وقواتها في البحث وإعداد الدفاع للبدء في بناء ملكة جنائية قوية واليوم إن شاء الله نتناول جناية إحراز سلاح ناري بدون ترخيص وكما وعدنا سنعرض قضايا حقيقية تمت المرافعة فيها والحصول على الأحكام على هذه المرافعة ولكن بدون رقم القضية أو الأسماء حفاظا على أسرار العملاء التي أقسمنا عليها في مهنة العظماء أعزائي عندما تحدثنا في الحلقة السابقة عن فن إعداد المرافعة لم نكن نتحدث عن مرافعة ولكن كنا نتحدث عن فن كيفية استخراج المرافعة من القضية واليوم كما وعدت نبدأ تدريجيا في قضايا حسب أهميتها وحجمها القانوني تدريجيا لبناء الملكة القانونية في الفكر الجنائي تدريجيا وتصاعديا ونبدأ اليوم في جناية إحراز صلاح ناري بدون ترخيص الوقاع هنبدأ بشرح بسيط لوقاع القضية حتى نتعايش معها عندما نبدأ في إلقاء الدفاع تبدأ وقاع القضية عندما قرر الرائد فلاني فلاني رئيس المباحث أنه اليوم واحد اتنين عشرين عشرين مثلا وأثناء قيامنا بالمرور بدائرة المركز لتفقد حالة الأمن العام وضبط المشتبى فيهم والخارجين عن القانون والهاربين من أحكام قضائية وضبط كل ما يخلي بالأمن ورفقتي ورفقتي قوة من الشرطة السرية مستقلين سيارة الوحدة أنا بقف عند جزئيات في الوقاع كده عشان هنقف عندها في الدفاع سيارة الوحدة وحال مرورنا بناحية بلدة كذا دائرة المركز اتصل بنا أحد مصادرنا السرية الموصوق فيهم والصابق التعامل معهم في العديد من القضايا مرشد يعني تابع المباحث اتصل برئيس المباحث وأبلغوا بتواجد المدعو المتهم بقى هنا أبلغوا بتواجد المدعو فلان الفلاني المتهم الآن على طريق جسر نهر النيل بنحية قرية كذا في قرية تانية غير اللي بتمر بها القوة يعني هو موجود في قرية والقوة موجودة في قرية بأحد العشش وبحاوزاته سلاح نياري بين قصين بندقية خرطوش وعليه ده بقى سرد الظابط هو اللي بيقول في محضر الإجراءات بتاعته وعليه تقابلنا مع المتصل اللي هو المرشد وتركنا السيارة واستقلينا أنا والقوة المرافقة سدراجة بخارية بين قصين توك توك سابوا عربية الوحدة اللي طالعين بيها المأمورية في قرية عزي مثلا ورجبه توك توك عشان ينتقلوا لقرية أمو الخير اللي المرشد قال لهم ده المتهم موجود فيها وتوجهت حيث أبلغني المصدر وقمنا بضبط المتهم وتلاحظ ليه قيامه بحمل سلاح ناري بندقية على كتفه طبعا هو وضح بقى احنا نزلنا مت توك توك وترجلنا لحين الوصول إلى مكان المتهم حتى لا يفر هاربا كل بقى ليه المحضر إجراءات المسطر اللي بيتعمل في كل هذه الأضايا تقريبا كوبي مطبوعة هو ده المحضر بتاع الضبط اللي حرره ضابط الوقع إذن حسب الوقائع بتاع محضر الضبط اللي ذكرها ضابط الوقع تم ضبط المتهم وبحوزته البندقية ودي الوقاع اللي سردها ضابط الوقع واللي وردت أيضا في أمر الإحالة بإحالة المتهم للمحاكم لو إحنا زي ما قلنا في الحلقة السابقة في فن إعداد المرافع فن قراءة وقاعد دعوة لاستخراج عناصر الدفاع منها هتطرق بقى لأمر الإحالة اللي تبنى على محضر الإجراءات لأن فيه أمر إحالة زي ما قلت في الحلقة اللي أنا بذكرها بتعفين إعداد المرافع في أمر إحالة وبيناظره أدلة ثبوت أمر إحالة النيابة العامة نيابة شرق القاهرة مثلا أو نيابة شرق طنطة أو نيابة حسب المحامي العام اللي موجود في المنطقة في القضية رقم كذا لسنة كذا جنيات مركز وليكن مثلا منوف المقيدة برقم كذا لسنة كذا كل شرق القاهرة مثلا أو كل شرق طنطة نحن المستشار فلان الفلاني المحامي العام محامي العام المختص بعد الاطلع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات نتهم السيد فلان الفلاني السيد عباس محمود مثلا ده اسم على فكرة واهمي مش حقيقي نتهم السيد مواطن اسمه السيد مش لقب مواطن اسمه السيد عباس محمود محبوس بينكوا صنع محبوس المتهم محبوس نساك ما تقبط عليه معروض على النيابة وبيجدد له ومستمر في الحبس الاحتياطي وهو يقدم لمحاكمة محبوس لأنه في يوم 1-22-20 اللي هو تاريخ الواقع طبعا التواريخ والأسامي دي افتراضية مش حقيقية بدائرة مركز منوف منوفية محبوس المنوفية أحرزة بغير ترخيص سلاح ناري غير مشخشن على النحو المبام الأوراق بناء عليه يكون المتهم قد ارتكب جناية بالمواد 1-1 26-1 و30-1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقم 26 لسنة 1978 و165 لسنة 1981 والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والجدوى الاتنين الملحك بالقانون الأول لذلك وبعد الاطلاع المادة 214 إجراءات جنائية نأمر أولا بحالة المتهم السيد عباس محمود إلى محكمة جنات شرق القاهرة مثلا أو طانط زي ما قلنا قبل كده لمعاقبة المتهم طبقا للمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة وقائمة أدلة السبوت مع استمرار حبس المتهم على زمة المحاكمة ثانيا ندب المحامي صاحب الضور للدفاع عن المتهم ده الكلام ده في حالة أن يكون المتهم ليس لها محامي ثالثا إرفق صحيفة الحالة الجنية المتهم رابعا إعلان المتهم بأمر الإحالة ومرفق قائمة بالشهود وأدلة السبوت ده قرار الإحالة لمحكمة الجنايات اللي تم بناءه وتسطيره بناء على محضر الإجراءات الذي تمت فيه وقائع الجناية طيب من خلال فنيات القراءة اللي احنا دايما اللي احنا كنا بنقولها من قراءة الوقع كاملا بفن القراءة اللي احنا ذكرناها نجد أن واحد لا يوجد تحريات عن الوقع فهي ضبط بواقع اعتبارها ضبط المباحث تلبس وهي كما سيتضح لا هذا ولا ذاك تاني حاج أن المتهم تم ضبطه في قرية خلاف القرية التي كانت فيها مأمورية مرور ضابط الوقع ولذلك لم يثبت الوقع في دفتر احوال المركز او القصف ولذلك ذكر في اقواله في تحقيقات النيابة عندما سأله المحقق في سماع شهادته انه اي ضابط المباحث ضابط الوقع ذكر انه سقط منه سهوا اسبات القوة المرافقة في سم الدفاتر يعني لا ثبت ما أمريته في دفتر احوال الاسم ولا ثبت القوة المرافقة وكان طلع بهبيتي كده ثلاث ان ضابط الوقع ذكر تتابع زمني في اقواله بين انتقاله من الاسم او المركز ومروره في طريقه الى القرية التي اتجه اليها لضبط حالة الامن فيها وانتقاله من القرية بتغيير اتجاه الى القرية الاخرى التي يوجد بها المتهم المراد ضابطه حسب اتصال المرشد فترات زمانية كما ذكرها ضابط الوقع متتبعة ومتقربة تكاد تكون في خلال عشر دقائق وطرق سيارة المكافحة اللي نزل بها او سيارة الشغل اللي نزل بها المعمورية ونزل غير اتجاه وركب وخاد القوة معافة عشان يضبط المتهم كل هذه الاحداث مرورا من طريق لطريق اخر لضبط المتهم من قرية القرية والنزول من سيارة لتغيير وسيلة الاتصال والانتقال الى مكان اخر كل هذه الوقع التي سردها ضابط الوقع في محضر اجراءات لابد ان تقل ان لا تقل باي حال من الاحوال مدتها عن ساعة ونص وليس عشر دقائق كما ذكرها ضابط الوقع وعشان كده بنقول التتابع الدمني التتابع لو تتبعناه في محضر الاجراءات نجده لا يتوافق وحقيقة الوقع بالمرة اول الشرح اللي انا بقوله ده شرح بسيط عشان ازاي هنتكلم في الدفاع وبنود الدفاع بعد كده عشان بنتعلم في البداية فنيات استخراج الدفوع والدفاع وبعدين هنقول الدفاع مرة ده الكلام ده لو انت رجعته حالة يتفني عداد المرافعة حتتأكدوا من اللي انا بقوله ده كلمة كلمة نخش بقى في الدفاع احنا عايزين نترافع بقى في القضية ارينا ارينا الوقع ارينا الموضوع هنتكلم في الدفاع انا بترافع في القضية بدون شروح انا بوجه الكلام كده للمحكمة دفاعي هيتوجه للمحكمة بدون اي شروح يعني عايزين تركزوا في الدفاع انا شرحت الوقاع وشرحت ازاي هتستخرج البنود الدفاع فيها انا برضو هقول دفاعي بدون اي شروح الدفاع سيد الرئيس حضراتي السادة المستشارين نحضر مع المتهم ونطلب وبحق اصدار حكمكم الحق ببراءة المتهم مما اصند اليه وذلك تأسيسا على دفوعنا الاتين اولا ندفع ببطلان كافة اجراءات الضبط التي قام بها وزكارها ضابط الوقع ثانيا ندفع بعدا معقولية الوقع كما رواها ضابط الوقع وذلك لاستحالة التتابع الزمني الذي ذكره في ترتيب الاجراءات في اقواله وذلك حيث افتتح محضر الاجراءات الساعة اربع وربع مساء وفي اقوال بتحقيقات النيابة ذكرها تلاتة واربعين دقيقة مساء والعودة الساعة اربع وعشر مساء اي ان الوقع في طريق قريتين وتعديل وسيلة الانتقال من السيارة الى التوكتوك لا يمكن ان يكون ذلك في دقائق بينما الوقع اذا كانت حقيقة لا يقل طريقه عن ساعة ونصف الساعة ثالث ندفع باستحالة حدوث الوقع كما رواها ضابط الوقع لكون مروره بقرية ودبط المتهم كما ذكرنا باقواله في قرية اخرى على خط سير اخر يستحيل حدوثه تتبعا وفق ما ذكر رابعا ندفع بانفراد ضابط الوقع بالشهادة وحجبه باقي افراد القوة عن الشهادة خامسا ندفع بعدم اثبات المأمورية في دفتر احوال المركز او القسم الامر الذي من شأنه ان يشكك في صحة الوقع او الانتقال فعلا ونودى السيد الرئيس دفوعنا التي القيناها على عدلكم كالآتي انتوات شهادة ضابط الوقع بمفرده والدليل الفني بالأوراق الذي حدد نوع السلاح المضبوط حيث أنه في الدفع الاول بطلان كافة الاجراءات التي ذكرها ضابط الوقع عن ضبط المتهم وحسب ما جاء بأقوال المتهم نفسه انه تم الصحابه من منزله بنحية قرية كذا وهو نائم وليس لديه او بحوزته السلاح المزعوم ضبطه بحوزته وانه قد اصطحبه احد الخوفراء لمقابلة رئيس المباحث في مكتبه بديوان المركز وبالتالي لم تكن هناك واقع حقيقية لضبط المتهم لا بناء على تحريات مسبقة ولا بناء على واقع التلبس مما يحمل اتهم المسند المتهم الى واجهة الكيدية والتلفيق الذي لا اساس له من الصحة او السند القانوني مما يشكك في صحة اسناد الاتهام للمتهم واذا ما كان ذلك يكون تفسير الشك لمصلحة المتهم اذا مستقر يقين الهيئة الموقرة الى ذلك اما بشأن الدفع الثاني وهو عدم معقولية الواقع وذلك حيث أنه وفقا لما ذكر في الدفع من التتابع الزمني فإن ما ذكره ضابط الواقع يعد ضربا من ضروب الخيال التحرك في عشر دقائق بين قريتين على طريق مختلف وإجراء حوارات مع الغير سواء تليفونية مع المرشد أو القوة المرافقة والانتقال من السيارة الى التوكتوك فذلك لا بد له من زمن لا يقل بأي حال من الأحوال عن ساعة ونصف الساعة مما يطيح بالواقعة الى عدم المعقولية التامة ومن ثم يكون ذلك ايضا موضع تشكيك في صحة حدوث الواقعة والذي يفسر ايضا لمصلحة المتام ليؤكد طلب القضاء ببراءاته مما اوسد علي اما بخصوص الدفع السالس سيد الرئيس وهو استحالة حدوث الواقعة كما رواها ضابط الواقعة لاستحالة وجود المتام في القريتين في وقت واحد حال ضابطه بانتقال الضابط من قرية الى اخرى اليه حسب ما ذكر في اقوال بتحقيقات النيابة القرية الاولى كان يمر بها لضبط الامن وعندما اتجاه تليفون اتجه للقرية التالية الثانية لضبط المتام حال وجوده كما ابلغه المرشد بتليفونية لان القريتين ليست في نفس الاتجاه ولان خط السير ومسمى استحالة الزاب لاحدهما ثم العودة مع التتابع الذي ذكرناه بالبند السابق مما يشكق ايضا في صحة حدوث الوقع ويؤكد برائة المتام مما اسند اليه سيد الرئيس نتطرق الى الدفع الرابع وهو انفراد ضابط الوقع بالشهادة وحجبه باقي القوة او باقي افراد القوة عن الشهاد وذلك لا يخيل بالطبع على عدالة الهيئة الموقرة فتلك عبارة مقررة يوميا في كافة محاضر الضبط الشبيهة بذلك بمبرر الحفاظ على السرية في العمل ولكن ذلك في تحقيقات النيابة لا يكون مقبولا امام جهة تحقيق قضائية لا يكون امامها اي شيء من قبيل السرية طالما ان بحثه يكون في خدمة العدالة وذلك ما يؤكد التمسك بذلك المبرر تأكيدا على ما ذكرناه في البنود السابقة من التشكيك في صحة اسناد الاتهام للمتهم الماسل ومن سما يدل بحق على براءته مما اسنده سيد سيد الرئيس حضرات السادة المستشاري ونلجأ الى دفعنا الاخير وبمنتهى البساطة وهو يعد من قبيل الدفوع الكمودية في الرد على محضر الاجراءات او محضر ضابط الواقع الا هو عدم اسبات المأمورية في دفتر احوال المركز او القسم ذلك الامر الذي لا يرقى الى الحديث القانوني حيث انه لم يتم اسبات الانتقال في دفتر احوال القسم اي ان المأمورية غير موصقة اذا لو حدث اي مقروه لا قدر الله للقوة او لضابط الوقعة دون ان يكون انتقالهم من ديوان المركز مدونا بضفط الاحوال من يثبت انتقالهم او صحة ذلك ذلك الامر الذي يؤكد ما ذكرناه في دفعنا السابقة من التشكيك في صحة الوقعة وحدثها اساسا من عدم الامر الذي يؤكد لسيادتكم ولسيادتكم الرأي الصواب في ذلك والنظرة الصاقبة نحو التوصل الى حقيقة الوقعة واحقاق الحق حيث ان القضاء الجنائي قضاء يقين لا يقوم على الشك او الاحتمال لان الاخيرين يفسران لصالح المتهم ومن سم في حالة الذين يعدلون في حكم وامل ومال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك ولم ترى هيئة المحكمة المؤكرة من اسباب افضل وبناء عليه نصمم وبحق على القضاء ببراءة المتهم مما اسندا اليه وشكرا